تركيب الفقرة النموذجية نرسم مثل التفاحة هذا جسم الفقرة وهو جزء قرصي المسطح من الفقرة اثنين القوس الشوكي هذا يسمى القوس الشوكي وهو الجزء الظاهر من الفقرة إذن هذا يسموني القوس الشوكي إذن القوس الشوكي هو الجزء الظاهر من الفقرة أول ما نرسم بدايتين مثل التركيب يسمونه نتوء فالشيء بارز يسمونه نتوء الشوكي مقابل جسم الفقرة إذن هذا نتوء الشوكي مقابل جسم الفقرة فالبروز نسميه النتوء الشوكي وهنا نرسم خط هذا هو القوس الشوكي إذن القوس الشوكي هذا الظاهر اللي برا وهذا الجو فالقوس الشوكي يتكون عنده بارز واحد يكون مقابل جسم الفقرة يسمونه نتوء الشوكي هنا يصير فراغ هذا الفراغ يسمونه الفراغ الشوكي إذن هذا قوس الشوكي نتوء شوكي هذا فراغ شوكي إذن هذا يسمونه فراغ الشوكي موجود في داخل الحبل الشوكي في الفقرة يوجد فراغ شوكي وفقرة يوجد فراغ شوكي يمر من خلال الحبل الشوكي يوجد فراغ شوكي يوجد فراغ شوكي يمر من داخل الأعصاب يسمونها الحبل الشوكي للفقرة نتوءات هذا هو النتوء الشوكي هناك جسم الفقرة يوجد نتوءين يسمونه نتوءات مستعرضة نرسم جسم الفقرة نضع زائد يسمونه نتوء بالعرض يوجد فراغ شوكي هناك نتوء شوكي هناك فراغ شوكي هناك فراغ شوكي هناك نتوء شوكي جسم الفقرة نضع بروزين يسمونه نتوءات مستعرضة جاءت بالعرض هذا النتوء المستعرض وهذا النتوء المستعرض ماذا تتصل بهم الأربطة والعضلات وظيفة النتوء المستعرض وهذا النتوء المستعرض الثاني وظيفته تتصل بهم الأربطة والعضلات حتى تتحرك الفقرة إذن نتوء المستعرض وظيفته تتصل به الأربطة والعضلات ويوجد زوجان من النتوءات التمفصلية هنا نرسم واحد وهنا زوج وهنا زوج ثاني إذن هذا القوس الشوكي هنا نتوءات طالعة بمثل بروزات هنا زوج هنا ثاني وهنا زوج ثاني نرسمه إذن هذا النتوء التمفصلي هذا الزوج الأول هذا النتوء التمفصلي هذا الزوج هنا والزوج الثاني نرسم هنا أقبري هذا النتوء المستعرض هنا نتوء المستعرض هنا انا نرسم بالننوات التمفصلية هنا وهنا نرسم هذا قبل نتوء تمفصلية هذا زوج وهذا زوج إذن النتوء اللي الزوج علوي وزوج تطريع تقوم بربط هذه النتوءات المفصلية شنو وظيفتها تقوم بربط الفقرات مع الفقرات اللي أمامها واللي شنو خلفها إذن وظيفة النتوءات أكو زوجة من النتوءات المفصلية زوج علوي وزوج سفلي شنو وظيفتهم هذه تقوم بربط الفقرات مع الفقرات اللي أمامها واللي خلفها مما يؤدي إسناد العمود الفقري بقوة تخلي متماسك العمود الفقري يصير ثقل هنا لا يوجد جسم الفقرة على جسم الفقرة فقط ترطبط فقرة في فقرة النتوءات التمفصلية زوجين أكوو علوي وكوسفلي تقوم بربط الفقرات مع الفقرة أمامها و الفقرة الخلفة تخلي متماسكة ووظيفتها إسناد العمود الفقري بقوة هنا نرسم العصاب الموجودة بالفراغ الشوكي اللي هو الحبل الشوكي إذن نرسم هنا الحبل الشوكي يطلع من الحبل الشوكي تفرعات مالة العصاب يسموه تفرعات عصبية هنا نرسم جزء وهنا جزء ثاني يطلع من الفقرة من النتوء من الفراغ الشوكي هاي تفرعات عصبية هاي من هنا يطلع واحد هنا واحد الاسم هنا إذن هاي تفرعات عصبية هنا هذا الحبل الشوكي رسمين بداخل دائرتين وبين ومثل يساوي إذن هذا الحبل الشوكي تخرج من عنده تفرعات عصبية وهاي العظام هذا اللون الاسود كل العظام وهذا الازرق هي عصاب هذا حبل الشوكي وهي تفرعات عصبية أما العظام عبارة عن جسم فقرة تطلع من عندها نتوءات مستعرضة هذا يسموه القوس الشوكي بالأعلى يسموه نتوء شوكي وهذا فراغ شوكي هنا نحطها نكمل هذا القوس الشوكي الفراغ الشوكي اللي تدخل بداخله الحبل الشوكي الفراغ الشوكي بداخله حبل الشوكي تخرج من عنده تفرعات عصبية هذا القوس الشوكي كله بنتوءات تمفصلية علوي وسفلي ترجمة نانسي قنقر